بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ومرحبا في درس جديد احنا بنتناول في هذا الدرس استكمالا للوحدة السابقة التي تناولناها هي عبارة عن الشغل والضاقة والقدرة ووجدنا الشغل وجدنا علاقة بين الشغل وضاقة الحركة وقلنا ان الشغل ده اوان الشغل يساوي مقدار التغير في ضاقة الحركة وقلنا ده عبارة عن مساوي ضاقة الحركة النهائية وهي نصف م بي اف سكوير ناقص ضاقة الحركة الابتدائية ده يديني التغير في ضاقة الحركة يديني شغل يديني ايه شغل واخدنا مثال المرة الماضية واوجدنا حسبنا ضاقة الحركة النهائية حسبنا ضاقة الحركة الابتدائية طرحناه من بعد ثم عوضنا حسبنا الشغل اليوم هناخد ان شاء الله كده مثال جديد تطبيقا على هذه الوحدة احنا عندنا جسم كتلته اربعة كيلو جرامز يبقى الام فور كيلو جرام ينطلق يبقى مدام ينطلق يبقى في اي سورة ابتدائية تمانية متر لكل ثانية طبعا هنا ينطلق عند اسفل سطح مائل بيميل على الافخ بزاوية مقدارها 20 درجة يبقى سيتها بكام يا شباب كده ب20 درجة اذا كانت قوة تحتكاك يبقى سطح خشن مدام يبقى اف كيل يبقى سطح خشن بتسوي كام بتسوي 15 نيوتنز عايز المسافة التي يتحركها الجسم على السطح المائل قبل ان يسكن يبقى دي الف يسكن اهو انا سامع بعض الناس بيقول لك اذا السرعة النهائية مدام يسكن يبقى سيرو احنا هنخطط الجسم ده ادي انا عندي سطح مسطح دي يميل بزاوية 20 اهي درجة تمام و ادي الجسم هنا في وزد هنا في قوة لازم طبعا تبقى القوة دي عمودية دي زاوية برضو 20 هتتحلل هذه القوة الى مركبتين ام جي كوزين سيتا والام جي ساين سيتا مع هذه القوة اللي هي ام جي ساين سيتا قوة مين قوة الاحتكاك موازية له هنا في قوة ايه قوة عمودية في قوة هنا بتحرك يبقى من الشكل اللي احنا سمناه بنجد ان القوتين اللتين تعاكسان الحركة هم مين قوة الاحتكاك والام جي ساين سيتا وتعمل باتجاه المستوى المائل الى ايه الى اسفل كلا هما يعمل الى هنوجد محاصلة هتين القوتين يبقى الار اللي هي resultant force تساوي ام جي ساين سيتا بلاس اف كي لما نوجد محاصلة القوتين ده لو نعود هنعود عن الام بقيمتها اربعة الجي بتسعة وتمانية وعشرة ساين عشرين زائد الاف كي من الدهاني في الاخر خالص احنا هنجد ان هذه المحاصلة بتساوي ثمانية وعشرين وثلاثة وثلاثين من مية نيوتن عايز مين هو عايز وما هي المسافة يبقى نفرد ان المسافة لتحركة جسمي الاعلى هي دي هي ايه دي احنا في علاقة اخدناها قبل كده ومعروفة لينا تمام هذه العلاقة بتقول ان الشغل الكل بيساقوا مقدار التغيب في ضغط الحركة النهائية مقدار تغيب في ضغط الحركة يعني ضغط الحركة النهائية ناقص ضغط الحركة اللي هي مكتوبة فوق عندينا هين يبقى في هذه الحالة احنا لما يكون عندينا تمام اه القوة اللي بتمنع اللي يسمع عن الحركة يبقى مينس مدام قوة بتمنع يبقى مينس ثمانية عشرين ثلاثة وثلاثين في مين في دي لاني ده الشغل اهو بيساوي تغطي الحركة النهائية اللي هي سفر لاني طبعا مدام في اف بسفر يبقى دي بسفر تغطي حركة ناية ماينس تغطي الحركة الابتدائية نص اهي في مين في الكتلة في ام اهو اربعة والسرعة هبتدائية كام تمانية يبقى تمانية في تمانية ها ده يساوي مينس ده اثنين في اربعة وستين يبقى يساوي مينس وان هندرد توينتي وفي هذه الحالة دي بكام الدي تساوي على طول اربعة بوينت فايف تو متر خلاص يبقى اوجدنا الدي ما هي المسافة خلاص اوجدنا وهل سينزلق الجسم الى اسفل بعد ذلك ولا لا عندما يصل الجسم الى اقصى مسافة يسكن لحظيا وعند محاولات العودة الى اسفل ايه اللي بيحصل اسفل المستوى فان قوة الاحتكاك تعكس اتجاه وتبدأ بالتأسير بالتأسير بالتجاه المستوى الى اعلى يعني الجسم كده ادي جسم نخططه الان كده ادي الى 20 وادي جسم وصل الى هنا الجسم حركته هنا ادي اتجاه الحرك اتجاه الحرك في هذه الحالة قوة احتكاك ستبقى في هذه الاتجاه تمام يعني بتعكس اتجاهها وتبدأ بالتأسير باتجاه المستوى الى مين اتجاه المستوى الى اعلى وبعنى قوة احتكاك 15 نيوتن اكبر من مركبة الوزن باتجاه المستوى الى اسفل اللي هي الام جي ساين سيتا لان هذه القوة اللي هتحرك الام جي ساين سيتا الام جي ساين سيتا بكام 13 هذه تساوي 13 لما تحسبها 13.33 نيوتن هذه اذا قوة احتكاك 15 نيوتن اكبر من مين؟ اكبر من هذه القوة فبالتالي فان الجسم يستقر مكانه ولا ينزلق الى اسفل لان مين؟ لان الاف كي قوة احتكاك اكبر من القوة اللي بتحرك الجسم الام جي ساين سيتا تمام؟ خلاص يبعنا كده بالنسبة لهذه المسألة ناخد مسألة جديدة كده اثرت قوة متغيرة على جسم وكان منحنة القوة والازاحة كما بالشكل ادي الشكل او نرسموه الشكل ادي منحنة منحنة ادي منحنة القوة والازاحة انا عندي ادي القوة على المحور الصادي دي الاف الاف طبعا اف اكس قوة خلاجية هي بالنيوتن ودي منحنة المحور الازاحة بالمتر على المحور السيني واحنا اهنا عندينا ادي واحد مثلا jan one two three four five incl لغاية فور هنا حصل سبات في القوة اهي وبعد كده حصل نقص لغاية موزل الى 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 6 ادي منحنة يبا لما اجي اخططه كده او انا عندي بهذا الشكل او اصدقه متغيرة على الجسم وكان منحن القوة الازاحة كما بالشكل حيث كانت القوة سابتة في الاربعة امتار الاولى من الحركة ثم تناقصت خطيا اهي بغاية موزل الى 6 يحسب الشغل المبزول بواسطة القوة المؤسرة على الجسم من اكس بسو زيرو بغاية اكس بسو سفر عايز مين عايز الشغل في هذه الفترة كلها طبعا الحل اولا احنا اخدنا ان الشغل الشغل هو عبارة عن ايه المساحة تحت منحنة ده الشغل طب وبعدين انا عندي منحنين اهو ممكن نحاول نرسمه شكل افضل ادي خط سابت وبعدين تناقص و ادي هنا يبني عندي اولا ده ده كام ده خمس وده كام وده اربعة يبني عبارة عن مستطيل عبارة عن ايه مستطيل يبقى النقطة من اه الى ب اهي لغاية بي كده تمام وده نقطة سي لان ده ست بنجد انه هذي مساحة المستطيل لب مساحة المستطيل بتسوي مساحة المستطيل تسوي ايه في هذه الحالة تسوي خمسة فاربعة ادي خمسة وادي اربعة فايف تايمس فور سوي او توينتي توينتي ايه توينتي جول ده و ايه ده ده مسلس هو المنجد ده كده اهو مساحة المسلس مساحة المسلس ده نص القاعدة في الارتفاع القاعدة بكام القاعدة هي عبارة عن من اربعة غاية ستة يبقى اتنين في الارتفاع كام اللي هو خمسة وفي هذه الحالة بسوي فايف جول يبقى الشغل الكلي الدابليو توتل سوي توينتي اللي هي مساحة المستطيل بلاس فايف اللي هي مساحة المسلس يعني توينتي فايف جول يبقى اذا احنا ده مسال يورينا ازاي احنا نحسب الشغل بهذه الصورة شكرا لكم